انا امال يونس معاكم النهاردة فتان داكتورز ومعايا النهاردة دكتور كريم الاتريبي استشاري امراض النسا والتوليد بجامعة حلوان النهاردة هنتكلم عن الحمل ومشاكل الحمل قبل وبعد دكتور خليني نبتدي الاول بسؤال امتى الست تبتدي تروح لدكتور النسا والتوليد عمت احسن وقت انها ست تروح لدكتور نسا والتوليد قبل ما تتجوز بحيث ان هاي يزبط لها البريد بتاعتها بحيث ان هي تبقى عارفة مور باوت او هي ناوية تأجل الحمل او لا او لو هي عايزة تحمل على طول ممكن تعمل التحاليل تتطمن على نفسها ممكن تتطمن على الهورمونز بتاعتها اللافل بتاعها كويس ولا لا وبردو الناس اللي هي بتبقى اكبر من 35 بيبقوا سيكينج ميديك الادفايس عشان لو فيه مثلا في العيلة او حاجة. تمام. فتس باتر ان هي تروح يعني طيب دكتور في كلام كتير على حبوب منع الحمل. هل هي فعلا مضرة ولا لا? هي طبعا اه في في حالات كتير احنا ما بنبقاش اه ما بنبقاش اوهار ان هي ممكن تعمل اه يعني تعمل مشاكل في بعض من الناس لان ناس كتير بتاخدها من غير ما تاخد يعني ان هي. فالناس عندها مسلا بتبقى ممنوع ان احنا ناخدها فيه الناس بتبقى عندها ان عندها جلطات او حاجة كده بيبقى ممنوع برضو ان هي تاخدها. فهي لازم من الاول تاخد رأي دكتور. وتعمل تحليل ولا لا? مش شرط تعمل تحليل هي بس بالهيستري كده بنقدر نعرف هل هي يعني تقدر تاخدها ولا لا? طيب بالنسبة نظام الغذائي للست الحامل. قلبي اثر على الطفل? طبعا في حاجات بتأثر على الطفل زي والالكوهول ولو في اي او مثلا مخضرات او يعني انواع من الادواء اللي هي بتستخدم في ما بتبقاش مستحب قوي نحنا ناخدها لان هي بتبقى بتأثر على البيبي. طيب دكتور في ده كترة حاليا بيقول سجارة مسلا في اليوم لو حد بيدخن تمام ده حالك مع رأي ده ولا لا? هو نفسه آآ مدر طبعا وبتبقى فرصا ست تبطل آآ سجاير في الحمل يعني دي بتبقى فرصة يعني فرصة كويسة ان هي بتبقى حامل وبتبقى خايفة من اضرار السجاير لكن هي اضرار السجاير آآ نفسها آآ الحاجات المثبتة يعني ان هي بتعمل آآ البيبي وممكن تعمل آآ او يعني البيبي يتولد قبل معاده. وبالتالي هي يعني قصة ان انت تخوفي رصة من القصة دي ممكن تبقى وسيلة ان هي وسيلة كويسة لها ان هي تبطل التدخين. عبدال. طيب آآ نقص الكالسيم عند الستات. لو ستة عندها نقص كالسيم. هو ده اللي بيعني ساعات مشاكل ان السنها بتتكسر او كده ولا ده? لان في ناس بتقول لك انا كنت كويسة قبل الحمل. بعد الحمل لحصالي المشاكل. في اول اول شهور من الحمل الكالسيم نفسه والفايتامينز في الجسم كلها بتبقى يعني شفتت البيبي. البيبي بيحتاجها في النمو بتاعه. مهم. فاكتشوري بتنقص من عند الست. بس بيعوضها الهورمونز اللي بتطعم على الحمل. بتحسن قوي. بتقول لك شعري تحسن قوي. اه. وبشري تتحسنت والحاجات دي كلها. فبعد ما بتولد على طول. الدراف في الهورمونز ده. بيخلي يعني بيخلي شعر يقع بقى اكتر. والنهاية لايبل اكتر. النهاجة. هي المفتوض بقى بتكمل على ادوية او بتاخد. 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 ان احنا عندنا مش كويس قوي او طريق اكلنا مش مزبوط قوي. فاحنا يعني رجل اللي بيمشي لست الحامل على بداية من الشهر الرابع. انها تمشي على حديد وكالسيم على طول يعني. دكتور تورم الايد والرجل. تورم جدا مع الحمل لان الجسم بيعيد توزيع الميا جواه. ولكن اه اي واحدة ادهق او رجلها بتورم بنبقى طبعا خايفين نجول تسامم حمل. اه. فسباشري لازم نعملها يعني لازم نبوت ان مايند قصد تسامم الحمل دي ونتأكد ان تختار قويس. يعني تي ممكن تبقى علامة ان في تسامم. طبعا بس في من الكيس ما بيقاش في حاجة خلص. ما بيقاش مثلا هي ما بتشربش ميا كفاية او اي. لا لا هي بس بتبقى طبيعة الجسم يعني بيعد توزيع الميا جواه وبتبقى كتير قوي بعد الولادة الاربعتاشر يوم بعد الولادة دول بيحصل فيهم يعني اكتر وقت بيحصل فيه التورمات دي. طيب الست الحامل ممكن تصبخ شعرها? اه طبعا ممكن تصبخ شعرها في الاول. السبخات الجديدة مفيش منها مشكلة خالص. كل فترة الحمل? طول فترة الحمل يعني حتى بتعمل مشكلة في الفترة الاخيرة دي بس استبغدت دلوقتي ما بيقاش فيها الامونيا والحاجات اللي هي تأثر يعني على البيبي يعني. طب دكتور بقى السؤال للستات كلها يعني الفرق بين الولادة الطبيعية والسي سكشن اللي هي الولادة القيصرية على جسم الست. ده بيأثر عليها في ايه? وده بيأثر عليها في ايه? بصي هو يعني احنا عندنا ميس فظيعة جدا ان بتأثر عالسكشوال اكتيفتي بتاعت الست. عادي الولادة الطبيعية. وبيحصل توسع وبيحصل طبعا بيحصل بس هي المسلز ومع الدنيا بت بترجع تماما زي ما هي احنا ربانا خلاقنا بنولد طبيعي يعني. وفي ناس بتستسهل بتقول لنا. في ناس بتستسهل طبعا. السي سكشن اسهل وسي سكشن سيفر لالبيبي. يعني هي القصة ان احنا بتولدي البيبي على طول دي ما بيتعرضش خالص بتاع الولادة. يعني لو ست عندها الاختيار. من الافضل تولد سي سكشن ولا طبيعي. طبيعي ربانا خلاقنا بنولد طبيعي يعني. تمام. فمشاكل سي سكشن في الاول في الاخر هي عملية. فبالتالي بتحتاج فترة اكبر في بتحتاج بتعمل اوجاع عنيفة في البطن. مش موجودة في الولادة زي ما كلمت. دلوقتي محدش بيقطع العضلة. احنا بنعمل بس للعضلة وما بيبقاش فيها قطع يعني خالص. فهي بس مجرد ان هي طبعا بتضع في العضلة بس لكن مع التمرينات وكده الموضوع بيروح على طول يعني. طب انواع البنج المستخدمة في الولادة. احنا عندنا انواع كتير جدا. ممكن نقولهم يعني. طبعا سريعا احنا ممكن نتكلم على اللي هو اكتر حاجة مستخدمة في الولادة الطبيعية. اللي بتبقى زي زي يعني تسهيلا للشرح يعني تبقى زي كانيولة بتركب في الايد. اه. بس هي بتركب في الظهر. وبنقدر اه نحقل منها حاجة تسكن القلم. اه بتاعتها احنا فيه طبعا اشعاية ان هي بتجيب شلال وحاجة كده بس يعني. اه. في ناس تقول لك جبت واجعة في الظهر. اه. في الاخضر ده ما بيحصلش مع يعني مع عمر ده ما حصل. قصة الشلال دي مش موجودة. يعني 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 ده يعني حد من داخل بعنف جدا يعني. اه. ان هو يعمل كده. مشكلتها اكتر. بس هل بتسهت واجعة في الظهر مسلا لفترة? لا ما بتبقاش ما بتبقاش اه فيها واجعة قوي في الظهر. وهي بس يعني احنا عندنا في بيبقى اكتر ان هي يعني ان هي حاجة تحطت في الظهرها ومن كتر ما سمعنا ان هي بتعمل مشاكل في الظهر. بتحسي بواجعة في الظهر. مشكلتها الاكبر الحقيقة ممكن تبقى صدوعة. صدوعة ده مسلا بيبقى حصل للسائل اللي هو بيبقى السائل النخيعي فممكن ده هو اللي بيبقى عندنا المشكلة الكبرى يعني ان هي ممكن تسبب صدوعة. تمام. ده اكتر كومبليكيشن بس كومبليكيشن دي بتبقى ارده اكتر مع عشان. عشان. ده النوع تاني. ده النوع تاني. ده بيستخدم اكتر في العمليات او الكايصريات. لان اه ده بيعد مسلا بتاعه بتاعت مسلا تلت او اربع ساعات. وما بيتحقنش فيه تاني. وبردو بيتاخد في الظهر? بيتاخد في الظهر برضو. بنفس الطريقة? بنفس التكنيك بس بتبقى حقنة بقى على طول ما بتبقاش. والقبر بتاعته دلوقتي بقت صغيرة خالص فما بيبقاش يحصل فيه صداع او فيه واجع او الحاجات اللي بتحصل نهاينا. او كانت يعني كامل انها تحصل زمان. فبقت سيف انالجيزيا في الولادة. احنا الجانرال انالجيزيا كمان ما بيستخدمش خالص. ده هو البيج الكلية. البيج كولي. لان هو البيج كولي مشاكله كتير ممكن يؤدي الى اختناق ممكن يؤدي الى فيه ترجاع ممكن يؤدي الى على يعني عدم تحمل البيج من البنج. فيه حاس دايما تقول ان البيج كولي احسن في السي سكشنHD? لا طبعا. لا طبعا احنا البيج كولي مشاكله كتير ومخاطره اكتر. بس احنا يعني ساعات بنستعين بالبيج كولي ده لو حالة بتنزف جامد لان البنجر النسفي بيواطي شوية ضغط فاحنا ما ما بنقدرش نواطي ضغط العيان الاكتر. وفي الحالات الاميرجنسي لانه هو انا واي اسرع بكتير من ان احنا نحط طب يعني لو الستة هتولد اه طبيعي هتستخدم ابيديورات. عدري كوماند ان هي تاخد ابيديورات. ولو هتولد سي سكشن. اه سباين. اه. مرسي دكتور كريم. على ايه مرسي. اه كنت معاك وانا امال يونس بتان دكتور زي تستنوني الحلقة الجاية.